نوهت عنا ببداية الحلقة وقلت يخص طلابنا العزاء تحديدا اللي هما الخاصين بالتربية طبعا نحن مولنا علاقة اليوم بالتعليم العالي اليوم كل مواضعنا عن التربية وشن القرارات الأخيرة اللي تم لجوء الهواء اختيارها كحلول كثير من الطلبة وذويهم يعيشون حالة من التخبط بشأن طبيعة طبعا الامتحانات وإجراءاتها النهائية وما هو مصيرهم مع قرار مجلس الوزراء الأخير اللي هو بلزوم اتخاذ اللقاح والحصول على هوية تثبت ذلك بالإضافة لهذا بعد تجربة التعليم الإلكتروني والحضوري في عام واحد وهنا الطالب أكيد راح يتشتت وممكن تفكيره ينقسم إلى جزئين وحصول حالة من طبعا التقليص من المواد الدراسية هل راح تستمر هذه الحالة سنوات قادمة أم هي حلول مؤقتة فقط طبعا كل هذه المعلومات وعدنا هواية أسئلة وأنا متأكدة هواية من الطلاب وعدهم أسئلة حول هذا الموضوع كلها راح يجيب عنها الأستاذ ضيفنا الدكتور حسين الزوبعي اللي هو مجير تربية الرصافة الأولى صباح الخير ونورتنا أهلا وسهلا أهلا وسهلا بك دكتور حسين بداية احنا حابين نعرف منك تقييم لطريقة سير السنة الدراسية اللي هو لهذا العام بأي جزئية تشوف أنه تم تحقيق النجاح وسيطرته على الوضع وتشوف أكو جزئيات أخفقته أو صار بيها أخفاء بسم الله الرحمن الرحيم بدءا أسأل الله العظيم رب العرس العظيم أن يبعد هذا الوباء عن العراقيين جميعا وأن تعود الأمور إلى السابق عهدها بالنسبة لنا حقيقة يعني البعض يمكن يغيب عنه أنه إحنا كوزارة مستمرين بعملنا بشكل متواصل بالدوام الحضوري وعندما يكون التعليم الإلكتروني الموضوع الحضوري والإلكتروني هذا مو إحنا نحدده تحدده خلية الأزمة صح وحقيقة هو هذا القرار يعني قرار خلية الأزمة يلزم الجميع وهو قرار محمود يعني إحنا حقيقة يعني ستها له فيه أساسيات في كل شيء يعني السلامة أولا أولا طبعا ومن ثم يعني التعلم الأمور الحياتية الأخرى فإحنا من هذا الباب يعني كان عندنا دوام حضوري في الدور الأول وأيضا في الكورسف الثاني أيضا كان عندنا دوام حضوري لفترة ويعني من صعد الكير في موال الإصابات رأيت خلية الأزمة ومثل ما أسلفنا أنه هو قرار محمود أن يكون التعليم الإلكتروني حفاظا على أرواح الناس وزارة التربية دابت منذ نشتها خصوصا يعني الوزارة الحالية يعني أن تضع معالجات للعام الدراسي المعالجات العام الدراسي اللي وضعتها وزارة التربية لهذا العام حقيقة يعني هي مو معالجات كيفية يعني مثلا معالج وزير فقط لا إحنا عندنا هيئة رأي تتكون من معالج الوزير والسادة الوكلاء والمدراء العامين لمديريات بغداد والمحافظات يعني نجتمع بشكل متواصل لبلورد ونضج مجموعة من العراء والمقترحات اللي تسهم في معالجات العام الدراسي صح احنا عندنا صفوف منتهية وصفوف غير منتهية غير منتهية صحيح صفوف المنتهية بالنسبة لصف سادس راح يمتحنون يوم 13 ستة دولي يمتحنون عدنا الطلبة خارجيين وطلبة محولهم يمتحنون وزارية وزارية اما بقية الطلبة النظامية نحن نسميهم اللي بالمدارس دولي يمتحنون امتحان مدرسي يعني صار في حقيقة من ضمن المعالجات أنه تقليص للمواد الدراسية نعم عدنا بالنسبة هذه كلها طبعا احنا هاي كلها أسئلة أنا أريد أتعلك وتفصيلة تفصيلة بس أنا أريد أعرف منك مؤخرا شون أبرز القرارات المتخبة من قبل وزارة التربية اعلان الامتحانات تمام هاي أول نهائية نعم تقليص في المناهج بما يتلائم مع الواقع العام يعني يعلم الجميع أن المنهج في مجموعة من الفصول في فصول مهمة وفي فصول أقل أهمية وفي فصول هي يعني خي نقول للطلاع أو لها ربط بالفصول السابقة بالمناسبة ويضا هذا مو بشكل كيفي يعني مو نحذف كيف ما اتفق إنما معالي الوزير شكل لجنة هذه اللجنة من الخبراء زائدا المديرية العامة المناهج دكتور عادل وبصيصي يعني الرجل يعني مع هذه اللجنة صار حقيقة يعني حذف لبعض الفصول تقليل بالمنهج للطلاب هذه القرارات الأخيرة نعم طيب دكتور حسين احنا شفنا بالفترة الأخيرة وخاصصا على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبات من الطلاب وذويهم وكانوا متأملين أنه يتم انهاء العام الدراسي وتنحسه بدرجة نصف السنة نعم وشفنا حتى أنه هذا شفنا جهات رسمية أيدت هذا الاختيار ليش ما تم اللجوء إلى العام احنا أولا يعني موضوع الامتحان الحضوري من العام الماضي يعني الجائحة كانت موجودة وحقيقة كان قرار شجاع يعني كان كثير من الضغوط باتجاه أن نعتمد المعدل التراكمي بالنسبة لطلاب الصدف السادس نعم ولكن يعني حقيقة أسرار معالي وزير التربية وهيئة رأي على أن نمضي في امتحانات للطلاب الحمد لله مضت الامتحانات ضمن شروط السلامة نعم التباعد يعني احنا نلقاها نخلي بيها 10 إلى 12 طالب بشروط السلامة والتباعد ومضت بسلام ونجاح تعرفين ست هذا الأمر من يتكرر يعني موضوع منه من امتحانه على نصف السنة وهذا يعني يقلل من معيارية ورصانة الشهادة العراقية يعني الوزارة التربية يعني حقيقة لديها خطاب ومقترحات وغايات الهدف منها أن نتحافظ على مضمون وقيمة الشهادة العراقية احنا مدام قادرين أن نمتحن يعني ما ينفذ الامتحان وهي يعني حقيقة هو ليس عاتبا إنما سؤال لأولياء الأمور العزاء وعني أولياء أمر وعندي أولاد يعني هل يعني احنا نمنع أولاد ناني يرحون للتبضع للمولات للمناسبات يعني الموضوع من يكون دراسة وحضور ومتحان يعني يأخذ مدى آخر صح وأكون نقطة كله مهمة يعني هاي دائما أنا أذكرها وحتى نذكرها ببرنامج يوم جديد الطالب بهاي الفترة يحتاج أنه هو دائما يداوم يعرف التفاصيل حتى يفهم كل المادة يبقى على الصلة وعلى يعني قريب من أجواء الدراسة وقريب من لأنه تعرفين يعني احنا حتى يعني حتى الساحة البعالوجية لأولادنا تغيرت صح بدأ يسهرون يعني لو لا التعليم الحقيقي الإلكتروني يعني يسهرون إلى الصباح وينامون نهارا وهذا يعني حقيقة يعني احنا بالتعليم الإلكتروني تدريين التعليم الإلكتروني عندنا المدارس تعطي عن طريق الواتس وعن طريق التليجرام تعطي دروس في مختلف الاختصاصات ومختلف الصفوف كل المدارسنا هذا يسموه قروب المدرسة خاص بالمدرسة عندنا المنصة نيوتن وهي منصة يعني حقيقة عراقية بامتياز تبندنتها وزارة تربية ونجحت نجاح كبير أيضا تعطي دروس في مختلف الاختصاصات ولمختلف الصفوف الدراسية وأيضا يعني عندنا التلفزيون التربوي فعل يعني بشكل رائع ويعني بدأ يقدم دروس ودروس رائعة ويعني حقيقة كثير من الطلاب حسب مجساتنا حسب ما نعرف يتابعون هذا الدروس لأن أساتذة الكفاء منتخبون يقدمون هذه الدروس القيمة فإحنا يعني مستمرين بالدوام الحضوري وبغير الحضوري والألكتروني صح وأكو صارت تسهيلات احنا شفنا بالفترة الأخيرة يعني حتى إذا مثلا ما يشوف الأساتذة من خلال قناة التربوي فممكن يشوفها على يوتيوب هي تنزل بالتالي يوتيوب يعني أكو أكثر من نحكمات متوفر يعني الحمد لله يعني هذا الأمر وسهل ويعني يعني في متناول الجميع يعني إحنا السماعة أعتقد أكو في بيت يعني عراقي ما بيت تليفون وما بيت نيت فيعني هذا يعني التعليم الأكتروني أمانة ستها له يعني هو هذا الاستشراف للمستقبل هذا المستقبل يعني إحنا يعني ضمن دراساتنا بدراسات العليا كنا حقيقة يعني نأخذ ننهل من هذا التعليم الأكتروني إحنا في قبل أن تصير الجائحة في أغلب مديرياتنا في جزء كبير من مدارسنا بيها صفوفة الأكترونية يعني الطالب العيباد هو هذا يستعيض عن الحقيبة بالعيباد وعنده تواصل ويا مدرسة ويا ساتفة صح بس إحنا ما ننسى أكو جانب ثاني اللي هو أكو مناطق أو بالأقضية والنواحي حتى ما يوصلوا لهم كهرباء بس هنا أنتوا سويتوا إحصائية على إجمالي الطلاب مثلا طلاب أصلا للعراق اللي هم موجودين أونلاين وديدرسون صارت أكو إحصائية هذا الموضوع يعني أكو في المركز يعني في أكثر مناطق بغداد تحضرا والطالب ما ينتظم بال يعني الموضوع هو حقيقة مو يملك ولا يملك يعني أنا أتفق أنه كل تجربة كما تعلمين فيها إيجابيات وفيها سلبيات نحن بالوزارة دائما حقيقة يعني معالي الوزير وهيئة الرأي نصحح المسار يعني أي موضوع اليوم نحن حتى يعني هذا موضوع المناهج مثلا من يعني منهج معين يجرب مثلا في محافظة معينة لفترة السنة ومن ثم لجنة تقيم مدى يعني أفضلية هذا المنهج يصير تقيم وتقويم للمنهج نعم وربما يستمر يعني على مستوى القطر ولو ربما نفس التجربة هي هاي يعني يقينا فيها إخفاقات وفيها الأهم يا ستها له هو للأمانة احنا بسبب الجائحة صار شوية المسؤولية على أولياء الأمور أكبر احنا قبل وللأمور للأمانة وبجنة فيهم المتكلم ترسل ابنك للمدرسة والتابعة عن بعد صارت الدراسة عن بعد التابعة يعني لأنه أنت تعرف أنه يعني هو بأيدي أمينة في المدرسة يعني التربية تقوم بواجبها على يعني أفضل ما يقول تضمن أنه هو رح ياخد الدروس كاملة في حال أنه هو محضر درس ممكن يعني يطلبون أولياء الأمور أما الآن المسؤولية على أولياء الأمور احنا مثلا الآن يا ستالة أنت معلمة في اختصاص معين وعدد طلابك مثلا ستين إذا اللي التحقوا أربعين دول العشرين يعني أنت تبلغين ولكن هي مسؤولية منه يفترض أولياء الأمور أيضا يعني وقع عليهم يعني عبء وحمل أكبر من السنوات الماضية صح أكبر يعني صار الموضوع أنه يفترض أن يراقبون ويتابعون وفي منهم يعني يعني نسبة كبيرة حقيقة جادين بهذا الأمر والبعض لا يعني مخلي يعني تدريين الأولاد بشكل عام ميالين للعب يعني بدون ضغوطات وبدون متابعة يمكن يعني المحاضرة شغالة هو ما ينتظر صح صح طيب حسنا حشينا أنه يوم 13 ستة هو موعد الامتحانة هذا الامتحان للصف السادس الخارجي ومحو الأمية طيب الابتدائي تمام بعد المواعد الباقية صف ثالث متوسط أربعة سبعة يمتحنون وآخر قرار مبارح الصف السادس نحن لدينا الرياضيات جزئين الجزء الأول والثاني يعني معالي الوزير بعد انتسمع باللجنة الدائمة للامتحانات والمناهج صدر قرار أنه الفصل الثاني الجزء الثاني يترك فقط الفصل الأول يعني فيه ستة حقيقة تسهيلات نحن الطالب مقدرين ضرفه الطالب يمتحن بالمادة اللي يأخذها وأكد معالي الوزير أن تكون الأسئلة واضحة ويعني غير معقدة لأنه ظروف الطلاب ليست بال عندنا بعد أن نمتحن يوم 4 سبعة صف ثالث المتوسط عندنا يوم 23 سبعة دول السادس أكيد نتمنى لهم كل التوفيق لكل طلبتنا العزاء طيب في موعد رسمي على السنة القادمة بداية السنة القادمة نحن عادة شهر التاسع تكون السنة القادمة يعني 23 تسعة تبدأ المباشرة ويعني لربما مثلا إحنا يعني هاي المواعيد بعدها ربما الدور الثاني راح يكون بالشهر الثامن فعدنا متسع من الوقت شهر التاسع إن شاء الله يبدأ العام الدراسي ونسأل الله أنه يعني تكون العام الدراسي بيظروف ويصابات أقل ويكون جائحة يعني قد غادرت العراق إن شاء الله بإذن الله بالتزام الجميع إن شاء الله إن شاء الله أنت ذكرت دكتور حسين أنه أكو مواضيع انحذفت من المواد اللي موجودة سواء كان الابتدائي أو المتوسط أو الإعدادي وذكرت أنه حتى موضوع الجزئين ما للرياضيات أيضا جزء الثاني إن حذف هذا التقليص المواد هذا راح يستمر أو هو حالة استثنائية مع الوقت يقينا حالة استثنائية احنا متى ما عادت الأمور إلى وضحها السابق احنا المنهج وحتى هو هذا يعني للأمانة يعني هذا الحذف يعني ست يعني راح يصير ميك أب تعويض للمادة يعني من غير المنطقي وفي ضمن حسابات وزارة التربية أن هذا المنهج بالصفة الرابع يعني ممكن يتم يعني احنا بالنسبة لنا يعني هذا الأمر حقيقي يعني جادين بأن يطلع الطالب بأكبر قدر ممكن من الحصيلة التعليمية يعني حتى احنا يعني أعلنت الامتحانات وما زالت الدروس الإلكترونية مستمرة إلى يوم شسمه أيام الامتحانات لأنه بصراحة يعني يهمنا أن يكونوا طلبتنا مؤهلين للإجابة ويعني نفرح بنجاح أولادنا يعني تدرين الاختبار هو مسألة تقييم لما أخذ الطالب فإن شاء الله يعني متفاعلين خيرا بالعامة الرأسي إن شاء الله وأكيد أتمنى لهم النجاح لأنهم جيل المستقبل هم أساس العراق القادم أكيد 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 زين طبيعة الامتحانات راح تكون بالكامل حضورية أو ممكن تكون بيها مواد حضورية بالكامل كاملة حضورية بالكامل وحضورية بما يأمن ستهالة بما يأمن شروط السلامة اللي وضعتها خلية الأزمة وبما يأمن سلامة أولادنا وإحنا حريصين عليهم وحريصين على ملاكاتنا الدريسية أيضا فإن شاء الله ضمن شروط الصحية اللازمة بعد هذه القرارات وهذه الإجراءات طبعا اللي هي دائما نكون لمصلحة شنو هي غايات وأهداف التربية التربية حقيقة يعني تهدف إلى خلق وتنشئ جيل يعني حقيقة متسلح بكل ما يعني يعني المستقبل بخصوص يعني تعلم على التربية الوطنية نعم على القيام والأخلاق زايدا بصراحة يعني تنمية القدرات البشرية وتزويد الأفراد بالعلوم والمهارات والمعرفة والخبرات لتعايش وليتطوير المجتمع يعني هذا هدف التربية الأساس أنه أن تنضج جيل متطور يسهم في بناء البلد أكيد يعني أرجع أنا أقول كل التوفيق لكل الكوادرنا التدريسية وأكيد كل الحب والإحترام والنجاح لطلابنا طيب قبل يومين صدر قرار تقريبا كان صادم على حتى أولياء الأمور ليس فقط الطلاب وهو قرار من مجلس الوزراء أنه يلزم الكثير من الفئات المجتمع أنه ياخدون لقاح فيروس كورونا ونحن شوفنا يوجد ناسه مترددة من هذا الموضوع في حال عدم إتمام هذه الجزئية أنه ما أخدوا اللقاح هنا رح يكون أكو تبعات تسري على المواطن أنتم مع هذا القرار أو ضده حقيقة يعني ست للأمانة يعني ليس من باب المجاملة لقرار مجلس الوزراء نحن بالنسبة يعني اللقاح يعني ما يشاء أنه يعني عن اللقاح الفيديوات اللي تنزل اللي ضد اللقاح يعني عطلت كثير من الناس اللقاح ست يوفر الجرعة الأولى توفر 70 إلى 80% من المناعة ضد الفيروس واللقاح يعني الجرعة الثانية تكون مثابة يعني توتالي بشكل كامل أنت يعني مؤمن من الفيروس نحن بالنسبة هي دعوة أنا أشوف هذا القرار يعني يقينا يعني هو أشبه يعني بطلب والتماس ودعوة يعني من خلال يعني قنوات العراقية جميعا وقناة رشيد بصراحة يعني أن يتجه الجميع إلى يعني هذه المسألة المهمة والحضارية اللقاح نحن ست كلنا ما زاد عدد الملقحين يعني يعني هذه دعوة من خلال أصدقان الأطباء كلما قلت من انتشار المرض فيحتاج يعني أحيانا يعني تحتاج شيء من القرارات ولكن البعض يعني يعني يفهم القرار أنه هو قرار حقيقة تعسفي أو قرار القصد منه أنه يعني أصاب بالكادر فالتالي إحنا اللي تصاب عائلته يعني فقط يبعثن ما يثبت أن عائلته مصابة نعتبره ملامس ونقول لها يبقى إلى عن تتأكد يعني ورا أسبوعين من المسحة لأنه يعني هذا ليس سهل لا من الناحية الشرعية ولا من الناحية الأخلاقية ولا من ناحية حقيقة إحنا يعني بلد يعني الحمد لله بدت الآن يعني الكير بدأ وقفت خلية الأزمة الدوام يعني كان 6,000 7,000 8,000 الإصابات الآن الحمد لله يعني بدأ الكير في نزل 3,000 ألفين يمكن أقل من ألفين وإن شاء الله متى ما زاد عدد اللي باخدين جرعات التلقيح كلما يعني هذا يسهم في أن ينحسر المرض ويقل وإن شاء الله يتلاشى وإنتهد إن شاء الله نصل الحديث عن خروج العراق من التصديفات العلمية عالميا اللي هو طبعا صار هذا السنة ما موقفكم بهذا الطرق يعني هاي السنوات للأمانة يعني فقط حتى يطلع الجميع يتصور البعض أنه هذا الأمر العلاقة بوزارة التربية أو وزارة التعليم يعني فريكتنا يعني تدرينا احنا الطلاب انهيوهم وننضجهم يعني من يوصل ونصل السادس يصير حقيقة يعني مشاطرة في الأبوة يعني بعدين يطلعون للتعليم العالي هذه يعني الجائحة ألقت بظلالها على الكثير احنا فقط يعني حتى يعرف الجميع يعني هاي متغيرة ماكو ما المستويات اليوم مثلا انت في التسلسل بالعشر الأوائل بعدها لظروف معينة تنزل مثلا بآخر القائمة ويعني تدرين والي ربما مغلوب هوا ثم برتقى إن شاء الله لدى العراق يعني وزارة التعليم العالي وزارة التربية لديهم القدرات والخطط يعني الموضوع يعني ما ريد ندخل بتفاصيل بس هو فيه بتفاصيل بسيطة إلها علاقة بالبحوت إلها علاقة يعني هو أكثر حقيقة على الجامعات يعني على التعليم العالي أما كوزارة احنا ما زالت اليونسكو تتعامل معنا حتى هذه اللحظة واليونسيف ويعني حتى الاتحاد الأوروبي وتقييماتهم لنا تقييمات جيدة ستة بتركيا عطلت المدارس بلردن عطلت المدارس بالإمارات عطلت المدارس في الإقليم اللي يعني يعني مؤسسات الصحية شوية أفضل من عندنا أيضا عطلت المدارس القصد أنه هذا إجراء يعني مو كل تعطيل المدارس معناه أنه أنت يعني خرجت عن القائمة التقييم يعني مرات التعطيل واجب لأنه يدفع عنك حقيقة هذا الإصابات اللي ممكن ما يسخيط عليها مستقبلا صح زين دكتور إحنا حتحنا عن الغايات وأهداف وزارة التربية حابين منك نعرف شنو هي الفعاليات اللي قامت بها وزارة التربية مؤخرا حتى تدفع نظام الدراسي أو التعليمي إلى النور وتحاول أنه هي تبتعد عن كل التخبطات اللي ممكن حقيقة يعني الوزارة يعني خصوصا بعد أن استلم يعني السيد الوزير من رحم الوزارة يعني الأستاذ علي الدليمي هو يعني عمل مدير عام في التعليم العام والملاك ويعني حقيقة عنده رؤية ويعني ابن المؤسسة التربوية ولذلك حقيقة يعني كان عملنا يعني عمل متعاون وعمل مشترك لحقيقة أصلاح وتطوير التربية أي نعم يمكن ظروف جائحة يعني قيدت مثلا هذه الخطوات والعراء والأفكار اللي كانت يعني مخطط لها ولكن بشكل عام فطعنا شوط كبير في احنا في ظروف صعبة ووضعنا كثير من المعالجات اللي طلبتنا يعني نحن العام الماضي الامتحانات عدت الحمد لله بسلام ونسب النجاح كانت يعني مشجعة جدا في هذا العام أيضا وضعنا معالجات للحال اللي موجودة زائدا يعني فيه انفتاح على الدورات التطويرية التدريبية يعني احنا عدنا معهد العداد والتدريب في كل مديرية يعني شغال ما يتوقف في دورات للإدارات المدرسية دورات للملاكات الموظفين فهذا حقيقة تدني يسهم في تطور ولدينا يعني حقيقة كوزارة كثير من الآراء والخطط نسأل الله لأنه يعني نحققها في الأعوام القادمة إن شاء الله إن شاء الله طيب دكتور اليوم اكو خبر نشر أنه وزارة التربية والتربية تزعم إلى استخدام نظام الأمس في أكثر من ستمائة مدرسة ممكن توضح لنا تفاصيل هذا الخبر يعني هذا يعني اليونسيف واليونسكو والاتحاد الأوروبي يعني بحقيقة بتمويل منهم اتفاق مع وزارة التربية هذا المشروع صار في تربية الرصافة الثالثة دخل وثلاثين مدرسة كتجربة أولية نظام المس يعني هذا نظام الكتروني المديرية وولي الأمر دير المدرسة والوزارة يكون أكو عن طريق النت تداخل ومستقبلا يعني تترك هاي الأشياء الورقية يعني ما يتم يعني في المستقبل ذول الثمانية وثلاثين دخلوا الدورة راح تطبق عليهم يعني المعايير ومن خلال العمل راح ستمائة مدرسة في رصافة الثالثة يعني رصافة الثالثة هي بالضبط في مدينة الصدر يعني الأستاذ العزيز حسين المدير العام وهذا طبعا من التخطيط الأستاذ صفاء الجابري يعني بإشرافهم دخلت هاي الدورة بعدها تعمم على ستمائة مدرسة نعم بعدها تعمم التجربة على الرصافة ومن ثم على الكر ويصير ويصير الحقيقة الموضوع يعني يرشف الإلكترونية تخاطب الإلكتروني العمل احنا جاد دين ست في أن نلحق بركب الأمم المتطورة صح قل ما تطورت بلد إلا بعد أن يكون نظام التربة والتعليمي متطور يعني إحنا إذا أريد حقيقة ننهض بالأمم ننهض بالعراق لا بد أن ننهض بالتعليم أكيد نعم ولا بد أيضا يعني ستل العمانة يعني هو عتب يعني شفيف إحنا من عام 1921 نشوء الدولة العراقية حتى يومنا هذا ما زالت موازنات وزارة التربية تكاد تكون الأقل بين الوزارات الأخرى يعني إحنا مثلا نحتاج إلى بناء مدارس كثيرة يعني حقيقة هو هذا يعني أشياء متراكمة يعني لا يتحملها المسؤول بالوقت الحاضر إنما أخطاء الأمس ولكن علينا أن نبدأ بنقطة شروع الآن يعني أنا داح تشيلت يعني صار لثلاث سنوات في تربية الرصافة الأولى البنينا عن طريق المحافظة والوزارة يعني أكثر من أربعين إلى خمسين مدرسة وعدنا يعني مقارب لهذا العدد بالسنوات القادمة نعم فهذا حقيقة إنجاز بدينا إحنا يعني نتجه بأن تكون عندك مدرسة وحادية الدوام يعني هذا يعني حقيقة راح يسمح أن يمتد الدوام راح يسمح يعني القاعات المحاضرات وراح أكيد نتطور يعني عملية التطوير تحتاج بنى تحتية تحتاج من الأساس وحد لازم يبدي من النقاط كلها من البداية صح طيب شنو هي الضوابط والقرارات الجديدة بخصوص جزئية انتقال الطلبة من مدرسة إلى أخرى هذا الموضوع بتفاصيل جديدة أبدا احنا يعني بالنسبة يعني للأمانة يعني البعض يعني ينتقل لأسباب غير من تكون الأسباب حاضرة ومقنعة بالأكس احنا يهمنا يعني ومو فقط الطلاب إنما حتى ملاكاتنا التربوية من تكون الأمور يعني المدرسة مثلا ممكن تستغني عن الستهالة ممكن ننقلها لمدرسة أخرى هي تريدها بس من تكون مهمة والمدرسة يعني تشكل ضرر إذا أن نقلت نفس الشي بالنسبة للنقل بالبعض ينقل بشكل كيفي والبعض أما بشكل عام إحنا يعني إلى مواعيد خاصة ولكن الستثناءات قائمة يعني بالنسبة للنقل نعم طيب قبل ما نختم دكتور حسين كل صراحة أنتم طبعا كل الشكر والتقدير لكم قدمتم كل كل الأشياء اللي تخدم اليوم الطالب العراقي وكل الحلول المتاحة أمامكم أنتم حاولتوا أنتم شون بها حتى توصلون لنتيجة مرضية لأولياء الأمور والطلاب وأيضا للكوادر التدريسية لكن راح تستطيعون أنتم تستمرون بهذا النظام اللي هو نظام الحضوري والألكتروني لسنة القادمة أو أكو حلول مخليها أنتم أيضا لسنة القادمة يقينا يقينا يعني ثقية استهالة نحن في كل استماع لهي ترأي ناقش كم هائل من الآراء والمقترحات والأفكار وبمنتهى الشفافية فيما يقدم أولادنا وفيما يقدم وإحنا أيضا أولياء أمور حاسسين بصراحة بقلق أولياء الأمور على أبنائهم ولكن يعني أطمنهم أطمن الجميع أن وزارة التربية وضع المعالجات المناسبة للعام الدراسي وضمن كل المتغيرات تعرفين ستحنا المتغيرات قائمة في أي لحظة يعني إحنا كنا نداوم ارتفعة الإصابات حفاظا على على الموقف الوبائي نقدر نقول القرارات الموقف الوبائي وقرارات خلية الأزمة يعني إلها إلها العلاقة إحنا على القادم لدينا كثير من الآراء والحقيقة والخطط يعني حتى إذا يعني إن شاء الله هي ما تمتد إن امتدت الأزمة فإحنا واضعين يعني جدولة وفد نظام معين يعني يمكن يعني دائما إحنا السنة تكون أفضل من السنة التي قبلها بلا الله إن شاء الله طيب أخيرا كل محاب بتوجهها اليوم لأولياء الأمور أو للطلاب وإذن حتى للكوادر التدريسية التي يشاهدونها من خلال برنامج يوم جديد وأكيد قناة الرشيد الفضائية أو ممكن في الجزئية عن قرار معين ما ذكرناها الجو والله يعني حقيقة يعني شكر لوزارة التربية لمعالي وزير التربية حقيقة واسع الصدر يعني مرن الرجل والسادة الوكلاء اللي يعملون ليل ونهار بالامتحانات وشكر لكل المشرفين ومدراء المدارس وملاكاتنا المعلمين والمدرسين والمعلمات والمدرسات وشكر لكل الموظفين وزارة التربية لما يقدمون من جهد كبير حقيقة جهد رائع ونسأل الله أنه سبحانه وتعالى يدفع هذه الجائحة وأطمئن مرة ثانية أولياء الأمور أنه نحن إذا ما نتشاطر معهم في الحرص على ابنائهم يمكن أحيانا حرصنا أكبر لأنه بإذن الله المعالجات كلها بما حقيقة يدخل الفرح إلى قلوب العراقين جميعا شكرا لك دكتور حسين الزوبعي اللي هو المدير عام تربية الحصافة ولنورتنا وشكرا على المعلومات المهمة والمفيدة اليوم أنت طمئنت هوايا من العوائل ومن الطلاب اللي كانوا مترددين بهوايا قرارات ما يعرفون الصح من القرارات اللي هي ممكن تكون بها بعض التشويش على الطلاب شكرا لك من وراتنا شكرا لك الله يحبم مشاهدينا الكرام أكيد مستمرين بفقراتنا لكن بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة